السلام عليكم المجد والخلود لشهدائنا الأبرار ومرحبا بالناس لما يشاهدوا فينا الداخل الوطن وخارج الوطن الناس لهم معنا وولوكم مرحبا بكم في قناة شوبر ديزيد اليوم الحصة بتاعنا وين غادي نتكلموا على الرسالة لهذا الناس هذو اللي عبدو الغاشي هذو كلش باش يكون على باكم بل ما على باناش بيكم واش راكم تهضروا والمنتخب الوطني ملك للشعب الجزائري ودايما فوق الجميع كمان توما كم تشوفوا كل المسلحة 정말 فوق الجميع تم ان تكون كل المسلحة تلكم فوق الجميع احنا كم ملاصرين من تحالي منتخب الوطن الجزائري انا نبغي لي كيبنسرنا نبغي لي كيبنسرنا بيدون بلاذ لذنت لذنت يعني لم تربح نربح هكذا نبغي لي كيبنسرنا ثم أركم شعرناكم يعني كاين آهيرات كاين مننا يدافعوا من أجل أن تريد توحهم أموال صافر ما بيت يعني شو كيفاش هكذا حاجة زيادة حنا نهضروا على المنتخب وطني جزائري نهضروا حاجة نهضر حاجة من قلبي حاجة مع مناسة مع منتخب وطني جزائري ما شيء لأن تريد تعكم أنا نعرف اللي مكسلي راه يصدق علينا قاعد تدوا دراهم قاعد تدوا دراهم قاعد تضربوا المعجون كاش لا يصدق علينا مكاش عيدكم مبروك بدراهم مكاش عيدكم دراهم مكاش عيدكم مبروك كلش بدراهم تكلم وانتكلمتو كثيرا عن الحاكم قصاما وأنه كان السبب الرئيسي في الهزيمة أمام خامرون لكن لا أحد أو قلة تكلمت عن الأخطاء التاكتيكية والفنية والتي ارتكبها هذا المدرب وخاصة اختيارات اللاعبين الذين تراجع مستواهم كثيرا منذ مدة وكذلك الأخطاء ساعدت كثيرا المدخب الكاميروني في نقوله بالمدخب في السيطرة كلية على وسط الميدان مما جعل الدفاع يتحمل ضغط كبير لأنه الآن يعني بعد الكوارث لإسراء هو إسراء الآن يجب النظر إلى المستقبل المنتخب الوطني والذي هو ملك للشعب الجزائري وليس ملكية خاصة لأطراف حتى تتصرف كما تشائمتوا مع دائلين جايبين كيللانا يهدر حاسب بالليليكي بنصونا تعفلان وهم عندهم الحق يا حضروا وقودوا وغاء كاشا هذي مهار كاشا نعرف بالليليكي بنصونا تعالشاء ما يتأتي واحد خاصة كالبالك هذو الآهيرتهم يا حضروا حاسبين بالليليكي بنصونا تعواحد بيدخلو لك في رأسك تعواحد بيدخلو تعفلان أو ينتقوا بها تعفلان لكي بنصونا وداروا لها ريجيس كوميرس مام دائلين ريجيس كوميرس نحن نحضروا مام الفيفا كشفتهم دائلين ريجيس كوميرس اتحادية داروا لها ريجيس كوميرس اتحو جيبوا بيعوا ديروا مننا كل شي أقولكم الآن بعد الإقصاء والكوارث يعني واش كان صاري ربع سنين يعني بيدون عامل خاتش ناس ستة شهر جيوا قاعدوا تحت تحت صجرة صابوا الفواكه كلاوها من بعد شكاين أنا كتقولوا لي كوبدافريك ومنو ضرور ناس داد كوبدافريك وراح تكوبديمود احنا لا كوبدافريك لا كوبديمود عيال الوقت وعيال أيام تبيلنا بالصح ناس ما بغاش تفيق ناس ما بغاش تفيق عيال الأيام تبيلنا باللي يا جماعة رأنا داخلين في حيط رأنا داخلين في كارثة رأنا داخلين في أمر لا يعني ما غادش يخرجنا بص عشتها انتوما شفتوا رواحكم باللي فوق الجزائر واللي تتشوفوا في رواحكم باللي انتوما فوق الجزائر هذه هي الآن يجب النظر إلى المستقبل المنتخب الوطني والذي هو ملك للشعب الجزائري وليس ملكية خاصة لأطراف حتى تتصرف فيها كما تشع رغم اننا شأن وين وما يجي واحد ذو كفاءة عالية يجيب يخدم شأن كيفاش يبلع عليهم وعليه المناصر المناصر لهم الحرية الكلام في الانتقادات البناء وإعطاء رأيهم واقتراحاتهم سواء في اختيار لعبين أو المستوى الفني والبداني ما الحقي سبحان الله كان يقولك انت انت اشكون لا ما الحقي نهضر لانا ما كنت نهضر 2020 لا فات 2020 و2020 اللعابة اللي رمعنا في الكبناصون مستوى التحن طاح خاش كانوا ألا ببالي واللعابة ونميلة ونحن 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 في الكبناصون نيبو طاح نيبو راح قعراب ونحن يلعبو ونحن يلعبو الريتم راح الريتم راح أيام بعد يقولك واني يقولك كيفا واني أي مثل أي مثل كوب دافري اللي فاتت أي مثل بلايلي اللعب وقال 7 تعليمات ولا 6 تعليمات في نوفمبر مع المنتخب الوطني الجزائري من نوفمبر حتى الجنوبي يدون فاريخ لا يلعب لا يلعب لا يلعب لا يلعب من بعد يقولك من 1 نوفمبر 19 جنوبي كمّل منها لا يلعب لا يلعب ومن بعد يدون لصنص لا وثيقة تثبت بأنه اللعب تابع لأي نادي بالصح جلعب في الكبناصونال وكي تهدر يقولك تاشى دخلك راح انت في بلاس لانترين راح من يقولين يشوف بلي كوارث أنا أضرق ما نشي خام من لعاب والله لعنا لعاب ما نشي خام من لعاب أنا نشي خام من طاكتك ديشوت على المدرب هذه أضرق نقولها لكم ديلك وإن نزيد ونتكلموه فيما وكذلك فيما يخص الطاقم الفني الذي أظهر محدوديته ويجب تدعيمه ولن ننسى محيط المنتخب والمنتخب الوطني والأسخاص الذين يسبحون في فلكه مما تسببوا في مشاكل كثيرة أثرت على علاقة هذا المدرب مع الصحافة مع بعض الناس يعني اللي كانوا قادرين يمدوا يد العون كانوا قادرين يمدوا يد العون ناس كانت قادرة تمد يد العون ناسي محمد كانوا قادرين كانوا قادرين يمدوا يد العون يتعاونوا ويمدوا ما الصح ولهذا يجب على الناخب الوطني يستمع إلى مطالب المراصرين والعمل على تصحيح الأخطاء خاش عليك يتشوف ما يقرين ولا يسمع للشعب راح العاودة الجوال بغيرد السياش بغيرد منها بالصح ما يقول لك الجماهير لذلك تبغي بلدها والعاونترينير الذي يقول لك صح هذا المنتخب على الجماهير نحن جماهير كاملات تقول لك هاو دي ديلور انتا جيت ضد الشعب ومن بعد من اطفرت ولي تقولنا لا هذا المنتخب تبغي من الشعب أنا خاطيني لا نحن نحن انتا كانت عندك مشكلة بينك وبين ديلور نحن كنا نقول لك جيب ديلور انت ما بغيرت جيب ديلور هذه هي بشيكون على بارك نشوفوا بها على ديك ضروك يجب مراجعة حساباتكم مراجعة حساباتكم لازم تسمع الناس خطر ما داما بلع الارو وقال انا هو ربها ما كاشتا انا كان رب واحد وجناه وحدا وجهنا ما وحدا هذه هي كالي رب واحد كالي ولا كالي ولا يشوف رعوب لي وارب الجزائر اللي هنا في لي في صفور يا ولي كالي رب واحد وجناه وحدا كالي يكذب عليك يقولك كأنه كون جي مسؤول ولا ردها للجنا يا ولي كالي جناه وحدا بردها كل بوش علينا كالي جهنا ما وحدا بالتاليقة وتمان جاي لانير جايبوها كل واحد بغي يلعب بنا بيلعبها رومبو كل واحد بغي يلعبها كناديزر عين طالق ما كاش كناديزر عين طالق هذا كروسو متحريكة ما كاش ورومبو فيم هذا ما كاش كالي شخيل كالي شخيل هذه هي متاليقة ما ردونا ما ردونا بل 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 سانتانا سانتانا المعتianioque كتاب بالقول لكل هؤلاء التعاني لكل هؤلاء التعاني أمانية التي يبشر في نarsi أنهم نعيب لاتعرف المروب والتعامي وانهم من أنهم 32 المدرب وثنين وثلاثين رئيس اتحادية رب لكم ديموت هذي اللي نعرف هاني نحن ربصو علينا احنا واللي تودكسرو على الغاسي واللي تولعبين باللي انتوما فور انتوما ولاد فور وانتوما الفور ها ودي مكاشي قا توم اكل اعلام كده العاهرة تاع اليوتيوب قا كيف انتوما